موسيقى هو واحد من أبرز مهاجمي الكرة المصرية على مدار التاريخ تميز ببراعة في تسجيل الأهداف خاصة بضربات الرأس وسطر تاريخاً ذهبياً بقميص الزمالك ومنتخب مصر على مدار سنوات طويلة من العطاء يحتفل جمال عبد الحميد اليوم الموافق 24 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 64 عبد الحميد ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة قبل أن تستقر عائلته في حيين الصيرة وبدأ رحلته الكروية بفريق مصنع 54 ومنه إلى الأهلي بعدما أبدى المجريه ديكوتي أجابه الشديد بإمكانياته الفنية قبل أن يفرط الناد الأحمر في خدماته بسبب الإصابة ولكن جمال طوى هذه الصفحة سريعاً وعاد بالعزيمة والإصرار ليبدأ في خطوة أملاقة جديدة في مسيرته مع المستديرة بقميص الزمالك في عام 1983 وقدم جمال أفضل ما لديه من مهارات تهديفية على مدار تسعة مواسم قضاهم داخل أروقة ميت عقبة وحل ثالثاً في قائمة الهدفين التاريخيين للزمالك في كل البطولات حيث سجل سبعة وتسعون هدفاً بالقميص الأبيض بواقع ثلاثة وسبعين في الدور الممتاز وسبعة في كأس مصر وسبعة عشر هدفاً ببطولات الأندية الإفريقية ويعتبر صاحب الرأس الذهبية أحد الهدفين البارعين في لقاءات القمة التي جمعت الزمالك والأهلي وواحد من القلائل الذين سجلوا للقطبين في القمة وبقميص منتخب مصر تألق عبد الحميد وخاض خمسة وثمانون مباراة دولية وسجل خلالها سبعة وعشرون هدفاً وحمل شارت قيادة المنتخب القومي في كأس العالم ألف وتسعمائة وتسعين بإيطاليا ونال عبد الحميد لقب هدف أمم إفريقيا عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين بالمغرب كما استهم في تتويج منتخب مصر باللقب في عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين بالقاهرة كذلك دورة الألعاب الإفريقية عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وحصد تسعة ألقاب مع الزمالك بواقع أربع للدوري وثلاثة لإفريقيا أبطال الدوري ولقب بكل من كأس مصر وكأس الأفرو أسيوي كما حقق لقب هدف الدوري مع الفارس الأبيض في موسم ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين التاسع من مارس لعام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسين شهد على إنجاز تاريخي لجمال عبد الحميد بدخوله نادي الماء في الدوري المصري مع العظماء وتسجيله هدفا للزمالك في الشباك الإسماعيلي بملعب الكلية الحربية قبل أن تنتهي مسيرته الحافلة في الملاعب في العام ذاته ويتوجه لمجال التدريب جمال عبد الحميد هدف بالفطرة صنع تاريخا للزمالك ومنتخب مصر على مدار سنوات طويلة وسكن قلوب عشاق ميت عقبة بأهدافه الحاسمة وانتمائه الشديد للكيان الأبيض كل عام وأنت بحير اشتركوا في القناة